هناك قلق من إمكانية تطور مثل هذه الأفكار إلى مبادرة يمكن أن تقطع الطريق على أي مبادرات أخرى لا سيما المبادرة الفرنسية التي يعتقد الجانب الفلسطيني أنها أكثر جدوى لأنها تدخل عنصرا دوليا داعما لعملية تفاوضية كما أنها يمكن أن تدخل مبادئ للحل السياسي أقرب لما تتضمنه قرارات الأمم المتحدة لذلك تم تخشية فلسطينية من أن يكون الحديث عن مبادرة أمريكية هدفه في واقع الحال قطع الطريق على أي مبادرات وبالتالي تأجيل موضوع إطلاق عملية سياسية إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية في المقابل يدرك الفلسطينيون أنه لا يوجد شيء اسمه مبادرة أوباما هناك بعض الأفكار تتردد في أوساط الإدارة الأمريكية وهي ليست جديدة بالمناسبة على الأقل هي تتردد منذ نهاية العام الماضي من قبل بعض المستشارين المقربين من أوباما وتقوم على أساس أن تترك الولايات المتحدة أسسا أو معايير باراميترز لحل سياسي يشكل أساس تنطلق منه أي إدارة أمريكية مقبلة ما بعد الانتخابات وهي حتى هذه الأفكار ليست واضحة لكنها تتحدث في الحيث الجوهر عن إمكانية أن تتضمن المبادرة ما يسمى بلستينا فيرش والستيت أي أن تنص على دولة افتراضية فلسطينية من خلال تحديد معايير لأسس الحل السياسي جرى تسريب بعضها بالتأكيد فيما تعلق بموضوع اللاجئين فيما تعلق بموضوع القدس فيما تعلق بموضوع يهودية الدولة وغير ذلك من نقاط ولكنها تتراوح ما بين إمكانية التقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن وهذا أمر مستبعد قبل قليل كوهن لأن هذا الأمر يصعب حدوثه قبل الانتخابات الأمريكية لأنه يأثر في معادلة الانتخابات أو أن يتم تضمينها فيما يشبه إعلان مبادئ يمكن أن يحمله كيري إلى الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي ويعرضه عليهم دون أن يطلب منهما بالضرورة أن يوافق عليها أو أن يرفضها أو حتى يمكن أن يصل هذا الحراك إلى طرح هذا الموضوع للعلن أي إعلان موضوع إعلان وميان المبادئ